أعلنت باكستان أنها ستبدأ في شهر مارس المقبل استيراض النفط والغاز من روسيا بشروط تضمن منفعة اقتصادية متبادلة لكلا الطرفين وجاء في البيان الباكستاني الروسي المشترك أن الطرفين اتفق على أنه بمجرد التوصل إلى توافق حول المواصفات الفنية ستتم هيكلة تبادلات النفط والغاز بطريقة تستمد منها الدولتان منفعة اقتصادية متبادلة وضف البيان أن هذه العملية ستستكمل في مارس بعد اجتماع سنوي للتعاون التجاري والاقتصادي في إسلامباد وكانت الحكومة الباكستانية أعلنت أوائل ديسمبر أن روسيا وافقت على تصدير النفط إلى باكستان بسعر مخفض وتعاني باكستان نقصا في الطاقة منذ زمن طويل لكن مشاكلها في هذا المجال تفاقمت بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية على خلفية الحرب في أوكرانيا